نفضل ما الجديد جمال فيما يخص التصويت على مشروع قانون المالية نعم نتواصل في نقل مجرية الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022 من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني هنا على مستوى الغرفة السفلة للبرلمان حوالي 14 تعديلا مسى 14 مادة تم التصويت عليها منذ صباحة اليوم وفي هذه اللحظات يوشكوا أعضاء المجلس الشعبي الوطني على الانتهاء وعلى المصادقة النهائية على المشروع قانون المالية لسنة 2022 الجديد هو سحب تعديل المادة 187 المثيرة للجدل وكذلك تعويضها بآليات لتقديم الدعم ربما هذه الآليات يحدثنا عنها ضيفي هنا بالمجلس الشعبي الوطني السيد نصري زهير مرحبا بك نريد تفاصيل أوفى حول ما حدث منذ صباحة اليوم حوالي خمس ساعات من التصويت ومن عرض المواد المعدلة وكذلك ما تم أمام الوزير الأول شكرا بسم الله الرحمن الرحيم تحية للأخت الظهور في السوديو وكامل لمشاهدي قناة النهار للمحترمة اليوم كما ترون الأخي الصحافيين هناك يعني أخذ ورد فيما يخص يعني التعديلات التي أراد من دوبي أصحابها عرضها أمام سيد وزير الأول وسيد النواب اليوم إن شاء الله سوف يتم المصادقة على قانون المالي سنة 2022 هذا القانون تم عرضه على لجنة المالية والميزانية بتاريخ 27 أكتوبر تم عرضه من طرف السيد وزير الأول وزير المالية نحن في لجنة المالية والميزانية شفنا في هذا القانون أنه فيه إيجابية تعدلنا ما يجب تعديله ألغينا ما يجب إلغائه وثمنا ما يجب تثمينه لكن بالنسبة لهذا القانون جاء في ظروف استثنائية وخاصة الجزائر تعاني من أزمة مالية خانقة كان هناك يعني أزمة الدين الداخلي وكان هناك نسبة عز حوالي 400 مليار دينار جزائري كانت هناك عدة إجراءات يعني إعفاءات جبائية خاصة بالنسبة لستارتاب مؤشرة صغيرة متوسطة اليوم خليني نحدثك على قانون مالية لرحصة تقوليه النواب اليوم وهو التقرير التكملي كانت هناك عدة تعديلات فيما يخص المواد نعطيك المادة المهمة التي تم تعديله اليوم هي المادة 90 هذه المادة 90 تنص على إعفاء مربي الأغنام والمواشي من رسم على القيمة المضافة من أجل يعني 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 كما وحنا تحديد هذه الأسعار في السوق كان هناك مادة مهمة وهي المادة 169 تم تعديله أن أصحاب المركبات المستوردة التي مسروقة والتي كانوا ضحاياها يعني ضحايا نصب واحتيال أن ورطأينا مع السيد يعني الوزير الأول ووزير المالية تعديل هذه المادة أنهم يخلصوا يعني 5% من قيمة المركبة ويكون هناك تسوية ودية تسوية سلوية مع مصالح الجمارك ويسترجع السيارة التي كان هناك إلغاء المادة من 53 هذه المادة تنص على السكنات الإيجارية العمومية التي قرها أنها يوم 31 ديسمبر 2022 يعني إحنا الغناها وهذا من أجل مصلحة المواطن البسيط حتى يتمكن من تمليك السكن اللي هو حق دستوري وحق اجتماعي الشيء اللي كان فيه جيدا اليوم هو بالنسبة للسادة والسيدات المحاميين يعني المادة 12 هو الاقتطاع من المنبع تحدثنا كثير في هذا الموضوع ولكن اليوم من قناة النهار أن نبشر يعني أصحاب الجبة السوداء اللي عندهم يعني أصحاب الدفاع أنه السيد الوزير الأول التزم أنه هناك رح يكون حوار مباشر بين منظمة المحاميين والسيدة المديرة العامة يعني والمديرية العامة للضرائب من أجل أنه هناك يكون حل يعني وسطي وتكون هناك عدلة ضريبية بين كامل المواطنين الشيء اللي ثمناه ونثمنوه كذلك هو الإعفاءات الجبائية وكذلك هو يعني الضريب على الدخل التي سوف ترفع يعني في الأجور كذلك منذ سنة 1999 لم يكن هناك يعني لبريم دوباني كانت 50 دينار جزائري اليوم أصبح 400 دينار جزائري منه يساهم في زيادة الأجور كان هناك أخذ ورد في المادة 187 التي سحيبت اليوم لكن خليني نطمن يعني نطمن المواطن الجزائري لأنه هذه المادة لما أتت في القانون التمهيدي كانت مبهامة جدا ولكن بعد أخذ ورد في لجنة المالية سيد الوزير الأول وزير المالية هذه المادة أصبح هناك جهاز وطني لمساعدة الفئات يعني المؤهلة من أجل إعطاءها يعني كامل إحتياجات نقدر لكن هذه الفئة بنشتك من خبراء اقتصاديين كذلك منظمات المهنية سواء الاتحاد تجار ولا كذلك الاتحاد العام للعمل الجزائريين لكن بعد دراس هذا المشروع أن جهاز المساعدة سوف يتم عرضه على البرلمان بغرفته وهكذا يتحول ليس إلى نص تنظيمي لكن يكون مشروع قانوني وينقشه أعضاء المسعب الوطني قبل أن نقشه لازم أولا نحدد الأسعار المدعمة منهم الفئات الذين يستهلوا يعني الأسر المؤهلة اللي يستهلوا يعني هذا الدعم لنا وانت تعي جيدا أن هذا مطلب كان يطلب النواب من الشعب الوطني من خلال مخطعة من الحكومة لأنها الخزينة من خلال إعفاءات جبائية وللأسعار المدعمة في الأسواق وانت تعرف باللي رأي كل مواد يعني فيه بورسة أنه الجزائر كانت تخسر حوالي 17 مليار دولار ولا يعقل فيه جزائر جديدة ولا يعقل أي عاقل أنه نفس الشخص ولا الإطار السامي الذي يتقاذى 30 مليون سنتيم يشتري يعني سعر الخبز أو سعر الحليب لنفس يعني المواد البسيط الذي يتقاذى مليون أو مليونين سنتيم نحن في الجزائر الجديدة يجب أن نضع نقاط على الحروف نحن نريد بناء اقتصاد قوي نحن نريد كذلك أن نشجع الإنتاج الوطني نحن نريد كذلك من خلال قانون الاستثمار وتطهير العقار الصناعي أن الأرض اليوم لمن يخدمها نحن نواكب الفلاح الجزائري كذلك كانت هناك تعديل مادة من خلال يعني الضريب على الرسم بالنسبة لمستثمرات الفلاحية سواء في الجنوب يعني زدنا لهم في العدد ليك طارات مش كي تكون هناك سواء في الجنوب ولا في الهضاب ولا في المناطق الأخرى هذا القانون له ما له عليه ما عليه نحن نصوه بنا ما يجب تصويبه وطاركنا ما يجب وطاركه لكن نحن من خلال هذا القانون نريد أن نرتقي بالجزائر إلى مصرف الدول الاقتصادية المتقدمة سيد زهير نصري عضو لجنة المالية والميزانية شكرا جزيلا لك عود لك زميلة الظهور وإلى الأستوديو المركزي بقناة نهار شكرا لك جمال الدين بوسى اشتركوا في القناة